الرواية ينقلها شيخنا المجلسي عن كتاب المحاسن عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال يا أبان إذا قدمت الكوفة فاروي هذا الحديث يعني انشر هذا الحديث بين الناس من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا وجبت له الجنة قال قلت له إنه يأتيني كل صنف من الأصناف أبان هو عارف بهذه الحقيقة أن شهادة لا إله إلا الله تعني أن علي ولي الله لذلك الإمام حين قال له انقل هذا الحديث من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا وجبت له الجنة قال قلت له إنه يأتيني كل صنف من الأصناف ليس كل الذين يأتونني يعرفون بأن أشهد أن علي ولي الله تعني أشهد أن لا إله إلا الله إنه يأتيني كل صنف من الأصناف فأروي لهم هذا الحديث قال نعم يا أبان إنه إذا كان يوم القيامة وجمع الله الأولين والآخرين ماذا قال الإمام؟ نعم يا أبان إنه إذا كان يوم القيامة وجمع الله الأولين والآخرين فيسلب منهم لا إله إلا الله إلا من كان على هذا الأمر تختم أفواههم مرت علينا الآيات لأنه لا توحيد لهم هذه لقلقة اللسانية ما عندهم من توحيد أخذوه من طريق شيطاني الله سبحانه وتعالى فتح بابا للتوحيد الأخبار الروايات علي باب فتحه الله من دخله كان مؤمنا ومن خرج منه كان كافرا هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي باب فتحه الله من دخله كان مؤمنا ومن خرج منه كان كافرا وإن لقلق بالكلمات وإن لقلق بالألفاظ ومع ذلك هو يلقلق بها لا على طريقة سواء عقيدة التوحيد عند من خالف أهل البيت عقيدة عوراء قال نعم يا أبان إذا كان يوم القيامة وجمع الله الأولين والآخرين فيسلب منهم أو فيسلب منهم لا إله إلا الله إلا من كان على هذا الأمر رواية ثانية أيضا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا كان يوم القيامة نادى مناد من شهد أن لا إله إلا الله فليدخل الجنة أيضا أبان الرواية أيضا عن أبان ابن تغلب قال قلت فعلامة خاصم الناس إذا كان من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة إذا فعلامة خاصم الناس يعني هناك من كان مع علي وهناك من كان مع غيره فقال إمامنا الصادق إذا كان يوم القيامة نسوها لا يستطيعون أن ينطق بها تختم أفواههم إذا كان يوم القيامة نادى مناد من شهد أن لا إله إلا الله فليدخل الجنة قال قلت فعلامة خاصم الناس إذا كان من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة فقال إنه إذا كان يوم القيامة نسوها فيسلب منهم كما في الرواية الأولى لا إله إلا الله إلا من كان على هذا الأمر الشهادة علم والعلم لا بد أن يكون من الطريق السليم ترجمة نانسي قنقر